موسيقى السلام عليكم إخواني متابعي قناة English with Simo مرحبا بكم في درش جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الإنجليزية المبتدئين على قناة الإنجليزية مع السيمو في هذا الدرس أتحدث عن حروف الجر للحديث عن المكان في اللغة الإنجليزية prepositions of place درس بسيط جدا لكنه مهم جدا لكل مبتدئ في تعلم اللغة الإنجليزية إذن لنبدأ الدرس إخواني أولا لكي نسأل عن موقع أو مكان الأشياء دائما نقول where is أو where are وتعني باللغة العربية أين هو where is أو where are مثلا لاحظ معي هذا الموقع مثلا هنا القطة توجد داخل الصندوق prepositions of place التي نستعملها في هذه الحالة هي in وتعني داخل أو في مثلا the cat is in the box يعني القطة توجد داخل الصندوق أو في الصندوق the cat is in the box يعني في داخل الصندوق أو في الصندوق لماذا قلت هنا where is أو where are نستعمل is عندما نتحدث عن المفرد ونستعمل are عندما نتحدث عن الجمع كيف ذلك لاحظ معي هذا المثال مثلا where is the cat أين هي القطة where is the cat الإجابة مثلا the cat كما قلت the cat is in the box القطة توجد داخل الصندوق وإن كنت أتحدث عن الجمع سأقول where are the cats أين هي القطة كما تلاحظ هنا وضفت s لأنني أتحدث عن الجمع كذلك هنا verb to be وضعته في صيغة الجمع عكس السؤال الأول عندما قلت where is the cat هنا استعملت المفرد حتى verb to be استعملته في زمن المفرد أو في صيغة المفرد لأنني أتحدث عن قطة واحدة هنا الإجابة على هذا السؤال ستكون the cats are in the box يعني القطة توجد داخل الصندوق are in the box the cats are in the box كما تلاحظ استعملت مرة أخرى هنا verb to be في صيغة الجمع لأنني أتحدث عن the cats الخطأ الذي يقع فيه أغلب المتعلمون هو عند استعمال prepositions of place كما تلاحظ هنا هذه in هو يقولون مثلا the cat in the box القطة في الصندوق هذه الجملة فهي خاطئة لماذا؟ لأن المتعلم هنا لم يستعمل verb to be verb to be فهو مهم جدا عندما نتحدث عن موقع الأشياء إذن هنا the cat نحتاج هنا إلى verb to be إذن سنقول the cat is in the box هذه هي الإجابة الصحيحة دائما استعمل verb to be لا تقول the cat in the box أو مثلا the cats in the box من الضروري جدا أن نستعمل verb to be إذن تذكر هذه القاعدة جيدا إذن بالنسبة للموقع الثاني مثلا هنا القطة توجد فوق الصندوق نقول on تعني فوق أو على في الحقيقة تعني على لأنها تجلس على الصندوق باللغة الإنجليزية أو مثال سنقول the cat is on the box the cat is on the box لاحظ معي جيدا أنني دائما أستعمل verb to be المثال الأول the cat is in the box هنا the cat is on the box لأن هذا الموقع يسمى on يعني على المثال الآخر هنا يوجد هنا يعني فراغ يعني توجد فوق يعني هنا سنقول above يعني تعني فوق كمثال سنقول the cat is above the box يعني the cat أو القطة توجد فوق الصندوق لاحظ الفرق بين on و above on فهي تجلس على أما above فهي تعني فوق المثال الآخر هنا يوجد هنا الصندوق والقطة توجد تحت الصندوق هنا نقول under يعني تحت مثال the cat is under the box the cat is under the box أو مثلا إن كنت تملك قطة أليفة في المنزل فهي دائما توجد تحت الطاولة يمكن أن نقول the cat is under the table يعني القطة توجد تحت الطاولة under ثاني تحت الموقع الآخر هو على هذا الشكل وهنا نقول in front of وتعني أمام مثلا the cat is in front of the box القطة توجد أمام الصندوق in front of تعني أمام ثم هنا وراء ضد أمام فوراء الصندوق سنقول behind the cat is behind the box يعني القطة توجد وراء الصندوق behind تعني وراء ثم هنا القطة توجد بين هذين الصندوقين عندما نتحدث عن بين نقول between تعني بين مثلا the cat is between two boxes يعني القطة توجد بين الصندوقين two boxes the cat is between two boxes الموقع الأخير هو عندما توجد القطة بالقرب من الصندوق نقول next to the cat is next to the box يعني القطة توجد بالقرب من الصندوق بالنسبة ل next to يمكن كذلك أن نقول كمرضيفات next to يمكن أن نقول next to يعني بالقرب من يمكن كذلك أن نقول beside يعني كذلك بالقرب من أو near يعني بالقرب من كل هذه الحروف الجرلي المكان next to beside و near كلها تعني بالقرب من إذن في هذه الحالة يمكن أن نقول the cat is next to the box يمكن كذلك أن نقول the cat is near the box أو the cat is beside the box إذن سأعيد in تاني في ثم on تاني على above تاني فوق under تاني تحت in front of تاني أمام behind تاني وراء between تاني بين و next to تاني بالقرب من إذن هذه هي prepositions of place وحروف الجر للحديث عن المكان باللغة الإنجليزية وهي مهمة جدا في تعلم اللغة الإنجليزية خاصة بالنسبة للمبتدئين إذن قم بعمل pause للفيديو اقرأ هذه prepositions of place جيدا وحاول أن تتذكر معانيها لأنني سوف أعطيك تمرين وسأعطيك صور وسأطلب منك أن تملأ الفراغ بالحرف الجر المناسب في المكان المناسب إذن الآن سنمر إلى التمرين وهو على الشكل التالي هنا أعطيتك بعض الصناديق وبعض التفاحات توجد كل تفاحة في موقع ما والسؤال هو where is the apple أين توجد التفاحة where is the apple تذكر جيدا لو كنت أتحدث عن apples كجمع لو كانت هنا apples yes هنا سأقول where are the apples ولكن هنا أتحدث عن apple واحدة يعني مفرد قلت where is the apple إذن في الصورة الأولى the apple is وهنا ينبغي عليك أن تضع preposition of place التي تتحدث عن هذا المكان كذلك هنا the apple is هذا المكان ثم هنا هذا المكان كذلك إلى غير ذلك قم بعمل pause للفيديو واملأ هذه الفراغات بالكلمة المناسبة من prepositions of place الآن سأقوم بتصحيح هذا التمرين إذن في الصورة الأولى نقول the apple is on the box يعني التفاحة توجد على الصندوق هنا the apple is next to the box يعني التفاحة توجد بالقرب من الصندوق يمكن كما قلت أن أقول next to يمكن كذلك أن أقول beside ويمكن أني أن أقول كذلك near كلها تعني بالقرب من إذن بالنسبة للصورة الأخرى هنا the apple is هنا سنقول between the two boxes between يعني بين التفاحة توجد بين الصندوقين هنا سنقول the apple is above يعني فوق the apple is above the box التفاحة توجد فوق الصندوق هنا التفاحة توجد داخل الصندوق إذن سنقول the apple is in في أو داخلة the apple is in the box هنا سنقول the apple is behind the box يعني التفاحة توجد وراء الصندوق هنا التفاحة توجد أمام الصندوق وأخيرا يعني التفاحة توجد تحت الصندوق إذن هذا فيما يخص هذا التمرين نتحدث فيه عن موقع التفاحة في هذه الصور تذكر جيدا هذه الـ prepositions of place وهذه مرة أخرى on تاني على next to تاني بالقرب من between تاني بين above تاني فوق in تاني في أو داخل behind تاني وراء in front of تاني أمام وunder تاني تحت إذن الآن سنمر إلى تمارين أخرى متعلقة بـ prepositions of place وهي على الشكل التالي انظر إلى هذه الصورة جيدا فهنا قدمت لك هذه الصورة وأعطيتك أسماء هذه الأشياء التي توجد في الصورة باللغة الإنجليزية chair كرسي أبل تفاحة جوس العصير عواصير ليبون هنا orange juice box صندوق cat القطة table الطاولة cat القطة الأخرى book الكتاب والسؤال هو كالعادة where is where are مثلا إن أردت أن أسأل عن هذه التفاحة سأقول where is the apple إن أردت أن أسأل عن هذه القطة سأقول where is the black cat وإن أردت أن أتحدث مثلا عن هذا العصير سأقول where is the juice أين يوجد العصير بالنسبة لهذا التبرير فيمكن لك أن تنظر إلى الصورة هنا وتتمم هذه الجمل باستعمال prepositions of place التي تحدثنا عنها بالنسبة للمثال أول مثلا apple هنا سنقول the apple is وهنا the chair يعني هذه هي apple وهذا هو chair إذن أين توجد التفاحة بالنسبة لchair يعني بالنسبة لهذا الكرسي إذن توجد على الكرسي سأقول the apple is on the chair يمكن لك عمل pause للفيديو وأتمم هذا التمرين بنفس الطريقة يعني قم بملأ هذه الفراغات انظر إلى الصورة وعملأ هذه الفراغات بpreposition of place المنسبة إذن الآن سأقوم بتصحيح هذا التمرين المثال الثاني the black cat is وهنا the table أين هي the black cat the black cat فهي توجد هنا هذه هي القطة السوداء إذن وهذه هي الطاولة table كما تلاحظ إذن سأقول the black cat is under the table يعني القطة السوداء توجد تحت الطاولة ثم المثال الآخر the white cat is the table هذه هي white cat يعني القطة البيضاء توجد أين توجد توجد على الطاولة إذن سأقول on the table the white cat is on the table المثال الآخر the box is أين هو box هذا هو the box is ثم the cat and orange juice أتحدث هنا عن the cat هذه القطة وorange juice إذن أين يوجد الصندوق بالدسبة للقطة وorange juice يعني وعصير الليمون فالصندوق يوجد بينهم إذن سأقول the box is between يعني الصندوق يوجد بين القطة وعصير الليمون the box is between the cat and orange juice المثال الآخر the black cat is وهنا the book هذه هي black cat أو القطة الصوداء وهذا هو الكتاب إذن هذه القطة توجد على الكتاب سأقول the black cat is on the book ثم juice هنا لدي juice وهنا لدي the box إذن أين يوجد juice بالنسبة لهذا الصندوق فهو يوجد بالقرب منه سأقول juice is next to the box يعني العصير يوجد بالقرب من الصندوق ثم المثال الآخر the chair is وهنا the table لدي هنا the chair هذا هو الكرسي وهنا لدي الطاولة إذن أين يوجد الكرسي بالنسبة لهذه الطاولة فهو يوجد beside beside تعني next to نفس المعنى next to تعني beside كما سبق لي وقلت لك هنا عندما قلت أن next to beside و near لها نفس المعنى وكلها تعني بالقرب منه بالنسبة للمثال الأخير the box is the white cat هنا أين هي هذا الصندوق إذن أين يوجد الصندوق بالنسبة للقطة البيضاء فهو يوجد وراء القطة كما تلاحظ هنا فهو يوجد وراء القطة إذن سأقول the box is behind the white cat يعني الصندوق يوجد وراء القطة البيضاء إذن هذا فيما يخص هذا التمرين نمر إلى التمرين الثاني وهو نفس الشيء ولكن سنستعمل طريقة مختلفة للحديث عن مواقع الأشياء داخل هذه الصورة كما تلاحظ فمرة أخرى أعطيتك الكلمات هنا باللغة الإنجليزية chair clock lamp vase book ball floor بالنسبة لفلور تعني الأرض يعني السطح ثم carpet الضربية pillows هاتاني المخدتان تسمى pillows armchair و cat armchair هو هذا الكرسي إذن بالنسبة لهذا التمرين سنقوم بالحديث عن هذه الصورة بهذه الطريقة لاحظ معي there is a ball under the table ماذا نقصد بthere is يوجد هناك there is يعني يوجد هناك there is a ball under the table يعني هناك كرة تحت الطاولة كما تلاحظ هنا هذه هي القرة وهذه هي الطاولة لذلك قلت there is a ball under the table يعني هناك كرة تحت الطاولة يمكن لك أن تتمم هذه يعني أن تقوم بإنتاج جمل أخرى أو كتابة جمل أخرى مثل هذه الجملة باستعمال there is أو there are عندما نتحدث عن الجمع نقول there are عندما نتحدث عن المفرد نقول there is وتعني يوجد هناك للمفرد وعندما نقول there are نتحدث عن الجمع مثلا there is one person in the room هناك شخص واحد in the room ولكن إن قلت there are سأقول هناك الكثير من الأشخاص داخل الغرفة لماذا هنا استعملت there is لأنني أتحدث عن one person فقط لماذا استعملت هنا there are لأنني أتحدث عن many people وتعني الجمع إذن في هذه الحالة يمكن لك عمل pause للفيديو وقم بكتابة الجمل بنفس الطريقة وتحدث عن ما يوجد في هذه الصورة إذن الآن سأقوم بتصحيح هذا التمرين مثلا يمكن أن أقول there is a book next to the lamp يعني هناك كتاب بالقرب من المصباح كما تلاحظ فهنا يوجد لديك كتاب وهو يوجد بالقرب من المصباح لذلك قلت there is a book next to the lamp يمكن كذلك أن أقول في مثال آخر there are pillows on the armchair لماذا قلت هنا there are لأنني أتحدث عن pillows وهي في صيغة الجمع إذن أتحدث عن هذه المخدات التي توجد هنا فوق هذا الكرسي إذن قلت there are pillows on the chair يعني هناك مخدات على الكرسي يمكن كذلك أن أقول مثلا there is a lamp between the book and the vase يعني هناك مصباح there is a lamp هذا هو المصباح وهو يوجد بين الكتاب between the book and the vase والمزهرية يمكن كذلك أن أقول there is a chair next to the table يعني هناك كرسي كما تلاحظ هنا next to the table يعني بالقرب من الطاولة يمكن كذلك أن أقول there is a carpet on the floor يعني هناك زربية على السطح there is a carpet on the floor ويمكن كذلك أن أقول there is a table between the chair and the armchair يعني هناك طاولة كما تلاحظ هناك طاولة بين ماذا؟ بين the chair يعني بين هذا الكرسي وarmchair وهذه هي table هذه هي الطاولة إذن فأي توجد بين chair وarmchair لذلك قلت there is a table between the chair and the armchair من طبيعة الحال يمكن لك أن تكتب مجموعة أخرى من الجمل بالاعتماد على هذه الصورة لكي تتدرب أكثر على استعمال prepositions of place في اللغة الإنجليزية الآن سنمر إلى التمرين الأخير وهو على الشكل التالي دائما السؤال عندما نسأل عن موقع الأشياء أو مكان الأشياء نقول where is أو where are نقول where is إن كنا نتحدث عن المفرد إن كنا نتحدث عن الجمل ثم للإجابة نقول it is ونضيف يعني prepositions of place فأرطي كمثال مثلا في هذه الحالة أريد أن أتحدث عن apple يعني أريد أن أتحدث عن هذه التفاحة يمكنني أن أسأله بهذه الطريقة لاحظ جيدا يمكن أن أقول where is the apple يعني أين توجد التفاحة where is the apple ويمكن أن أقول it is يعني أين توجد في هذه الحالة أين توجد توجد فوق الطاولة إذن سأقول it is on the table يعني هي توجد على الطاولة it is on the table معذرة table هنا it على ماذا تعود فهي تعود من طبيعة الحال هذه أو هذا الضمير it فهي تعود على the apple إذن يمكن لي أن أقول it ويمكن لي كذلك هنا أن أقول the apple is on the table ولكن إن كنت لا أريد أن أعيد كتابة the apple سأقول فقط it is it تعني هي أو هو نستعملها للجماد لحديث عن الجماد والغير العاقل عامة في اللغة الإنجليزية إذن تذكر زيادا طريقة السؤال where is عندما نتحدث عن المفرد و where are عندما نتحدث عن الجمع إن كنت مثلا أريد أن أسأل عن هذه الكتب التي توجد في هذه الخزانة التي تسمى bookcase لن أقول where is ولكن سأقول where are the books أين توجد الكتب لماذا قلت هنا where are لأنني أتحدث عن books وهي في الصيغة الجامعة إذن هنا سأقول they are أين توجد الكتب أصلا توجد داخل الخزانة إذن سأقول they are in the bookcase هي توجد داخل خزانة الكتب هنا استعملت مرة أخرى verb to be في الصيغة الجامعة لأنني أتحدث عن the books هنا they فهي ضمير تعني هم يوجدون بالنسبة لthey فهي تعود على the books إذن هنا يمكن أن أقول the books are in the bookcase يعني الكتب توجد داخل الخزانة إذن مرة أخرى هنا استعملت where are لأنني أتحدث عن صيغة الجامعة إذن يمكن لك النظر جيدا في هذه الصورة وكتابة مثل هذا الحوار الذي كتبته هنا يمكن لك حتى في ورقة دفتارك أن تضيف أسماء مثلا هنا علي وهنا تضيف jack وتسأل يعني تسأل أين هو موقع الشيء وتجيب باستعمال prepositions of place هذا التمرين يمكن لك أن تنجزه مع صديق لك يعني تنظر إلى الصورة وتسأله عن مكان الأشياء ويجيبك باستعمال prepositions of place إذن هذا فيما يخص prepositions of place أتمنى أنكم قد استفدتم قليلا من طريقة الحديد عن موقع الأشياء أو مكان وجود الأشياء باستعمال prepositions of place حروف الجر للحديد عن المكان في اللغة الإنجليزية إذن إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس إخواني للمزيد من التمرين حول حروف الجر الحديد عن المكان في اللغة الإنجليزية يمكن لكم زيارة موقع على الأندرنت www.englishwithsimo.com هناك مجموعة من التمرين التفاعلية ووثائق للتحميل يمكن لكم الحصول عليها مجانا في داخل الموقع أدعوكم كذلك إلى الاشتراك في القناة لتوصلوا بجميع فيديوهات تعلم اللغة الإنجليزية لجميع المستويات غير ذلك أنا معكم سيمو من قناة English with Simo thank you for watching have a great day and bye bye